لا أكتر من سبب أولهم الحافز والدافع يعني النهاردة منتخب ليبيا اللي يلعب معنا الدوافع عنده حياة وموت المرة اللي فاتت كان بيلعب على أكتر من سيناريو إنه يخطف تعادل إنه يحاول يخطف فوز كان قريب منه في شوط الأولاني نشكر أصبت محمد الشناوي ونشكر عرضة منتخب مصر اللي حرموا منتخب ليبيا من فرصتين محققتين لكن في النهاية المباراة انتهت لصلاحة ده عن الحافز ليبيا عشان تحافظ على فرصتها الأخيرة مطالبة النهاردة بأنها تحقق الفوز ما عندهاش خيار تاني ودي أول عقبة في مواجهة منتخب مصر نمرة اتنين هو إنه لعبه قدام مصر فيس تو فيس يعني قبل كده في مرحلة التحضير والاستعداد قبل ما تلعب مع منتخب مصر على أرضه انت كنت بتسمع كنت بتشوف فيديوهات لكن إنك انت تلعب مع الفرق على الأرض دي قصة تانية فالتسعين ديها هتبقى مفيدة جدا 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 للعبة ليبيا التسعين ديها اللي تلعبت في مصر الأول هتبقى مفيدة جدا لليبيا وهي بتحضر وبتجهز نفسها لمواجهة منتخب مصر في التسعين ديها التانية النهاردة على أرضها نمرة تلاتة ملعب المباراة وبالتالي المواجهة النهاردة مختلفة وتحتمل سيناريوهات يعني عديدة هنتكلم على المواجهة وهنتكلم على التشكيل المتوقع ويهمني جدا أسمع طبعا رأيكم على صفحتنا على السوشيل ميديا سؤالنا لحضراتكم توقعاتكم لنتيجة مباراة ليبيا النهاردة على فيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام نحب نسمع رأي الناس وإن كنت زي ما قلت في البداية كنت متخوف جدا من نتيجة مباراة أنجولا وجابون ليه؟ لأن أنجولا كانت قريبة جدا مننا يعني أنجولا لو كانت كذبة الجابون كانت هيبقى عندها في رصدها ست نقاط ومباراة مصر اللي جاء مع أنجولا على ملعبها وبالتالي كان هيبقى مطالب مننا أو كنا هنكون تحت ضغط الفوز بنتيجة النهاردة قدام ليبيا عشان لقدر الله لقدر الله في حالة أن احنا أخفقنا فيه تحيي الفوز على أنجولا في أنجولا تبقى برضو في السيف سايد على كل الأحوال تشكيل النهاردة مش هيكون بعيد قوي على تشكيل مباراة الزهاب ممكن طريقة اللعبة تختلف ممكن المهام الميستر كيروش هيديها للعيبة تكون مختلفة لكن التشكيل مش هيتغير كتير ممكن اسم أو اسمين بالكتير قوي يكونوا تغييرات على تشكيل منتخب مصر الشناوي مفيش شك الحقيقة أنه هو يكون طبعا حارس مرمى النهاردة أكرم توفيع يحافظ على مكانه الوينش وحجازي سابتين في مكانهم التغيير الأول المحتمل والأقرب للمشاركة النهاردة هو أيمن أشرف مكان فتوح والتغيير التاني هيكون احتمال كبير جدا طارق حامد على حساب مين ده اللي يمكن مش واضح قوي في احتمال أنه يكون على حساب السلية أو أنه يكون على حساب عبدالله وده على حسب طريقة اللعب اللي هيبتدي بيها مستر كارلوش كيروش المباراة يطلع عبدالله السعيد ويدخل أنني مع السلية وطارق حامد في نص الملعب يقفل بشكل كبير جدا ويلعب بصلاح ومرموش وقدامهم مصطفى محمد أو يحافظ على عبدالله ممكن يعمل الفارق ويضحي بالسلية في نص الملعب وإن كان السيناريو الأول هو الأقرب بصراحة ظنني أنه مطالب النهاردة مستر كيروش أنه يلعب على الفوز أنا مش بحب فكرة أنك أنت تلعب على التعادل آه تعادل رقميا يصب في مصلحتنا ويخلينا محافظين على الصدارة ويقربنا مشوار كبير جدا لصدارة المجموعة لكن سيناريو مش مطمئن في مباراة من النوع ده مباراة حسم النهاردة ما تحسبهاش مباراة نقاط تتعامل معاها على أنها مباراة كؤوس اللي حيفوز بالمباراة دي بنسبة 90% يقدر يحافظ على فرصه في صدارة المجموعة لغاية نهاية المشوار التعادل يبقى الحال على ما هو عليه في انتظار المواجهة اللي جاية الخسارة لقدر الله تصعب جدا 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 سيناريو لا نتمناه الخسارة تصعب جدا 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 من فرص منتخب مصر في الوصول للمرحلة التانية مرحلة المواجهات المباشرة وتخلي دايما الكارت أو المبادرة في ايد المنتخب الليبي ده معنى انك انت تستنى بعد كده في حالة خسارة النهاردة تستنى بعد كده الجابون أو أنجولا يعطلوا ليبيا عشان انت يبقى عندك فرصة تتأهل في حالة انك انت تكسب المطشن الجاية على كل احوال طبعا احنا بنتكلم طبعا في سن الراهات كتيرة جدا لكن في النهاية اتمنى ونحن لها يعني مش بقول اتمنى حاجة بعيدة او اتمنى معجزة لا انا بكلم عن انك انت تكسب منتخب ليبيا وده في الوضع الطبيعي بحسابات وبفوارق التاريخ والارقام والامكانيات والاسماء سيناريو وارد جدا وطبيعي جدا ما هواش احنا برضو في النهاية مع كل التقدير لاشقاء في ليبيا لكن يعني وهم يدركوا ده تماما وكل الرسال والتغطيات والزمل اللي موجودين في ليبيا بيتكلموا على انه في تأدير كبير جدا لمنتخب مصر وحتى رغم ان المطشو بيتلعب على ارضهم هم مدركين يا جماعة هم عارفين معنى الكلمتين اللي قلتلكم عليها منتخب مصر مصر لما تختار 11 او 14 او 20 اسم عشان يمثلوها ده شرف كبير جدا وفارق كبير جدا بما ان انا كلمت على كلمة منتخب مصر ارجو تماما انه احنا ناعي يعني ايه منتخب مصر تب تتكلم على انه اي اللعيب في الدنيا طبيعي جدا انه يسعى لانه يلعب في نادي كبير ويسعى ان هو يبقى عنده عقد كبير وانه يبقى صاحب شهرة وانه يبقى عنده انجازات وبطولات كل ده طموح شخصي مشروع لكل لعيب الكرة لكن طموح انك تلعب المنتخب دي قصة تانية ده شيء غير مفيش لعيب كرة صغير كان او كبير كان نجم عظيم او كان نجم لسه بيبتدي مشواره او حتى ما هواش نجم ومحدش عارفه ما بيحلمش وما بيتمناش ينول الشرف ده مفيش مكاسب مادية مرتبطة بانك انت تلعب لمنتخب مصر سيبك من مكافأة الفوز ومكافأة التأهل والحاجات دي ما هياش صموح ما هياش رقم في معادلة الكرة النهاردة وفي معادلة الارقام مش في الحسابات مع كامل اللي احتراموا التأدير طبعا هي ناحية تأديرية مش اكتر من كده لكن يبقى الاول والاخير شرف اللعب المنتخب مصر شرف كبير جدا ومهما كان حجمهم طيب هنتواصل مع حضراتكم تانية ونكملين تغطيتنا طبعا للمواجهة النهاردة المنتظرة بس خليونا روح للفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية